بالنسبة للحكومة هي معبئة لتأمين الزمن المدرسي ضمان حق التلميذ وخاصة في العالم القروي ضمان حقهم في التمدرس وأن يتم استكمال حصص المقررة لهم على المستوى الضرسي ولهذا بالنسبة للوزارة الوصية فإن عملية التعبئة ستمكن بإذن الله في أقصى تقدير البداية الأسبوع المقبل من تأمين الحاجيات على مستوى مختلف المؤسسات والأقصى المعنية أن الحق في التظاهر مكفول الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون وأن عمل كل المتدخلين في تنظيم هذا الحق أيضا مؤطر بالقانون ولهذا أولا أو ألف لأن هذه النقطة الثالثة ألف بالنسبة إلينا ما حصل أمس عندما كان الأمر يتعلق بمسيرات بتظاهر لم يقع أي تدخل هذا الجميع يشهدوا على ذلك لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام أندك السلطة وجهت نداء بالتفرق بمكبر الصوت أي إشكال يقع من ناحية الحقوقية هناك المؤسسات الوطنية يمكن اللجوء إليها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والتأكيد اليوم الذي أيضا على مستوى مجلس الحكومة وهو أن بالنسبة إلينا هذا الملف لأن النقاش ما زال مستمر فيه والسيد رئيس الحكومة يتابعه وفقا لهذه النقاط الثالثة التي أشرت إليها كما سبق لسيد رئيس الحكومة أن أكد عليه وإن شاء الله هناك أخبار مفرحة نأمل أن تتحقق في قريب جدا بما يمكن من تعزيز السلم الجماعي ودعم القدرة الشرائية والنهوض بأوضاع الفئات الجماعية في بلدنا وهذا واحد المصار اللي كان خرطه فيه العديد من شركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وغاد يعطي واحد دفعة الحياة الاجتماعية في بلدنا في نفس الوقت المجلس الحكومة اليوم ناقش مشروع مرسوم خاص بتعديل المرسومة الصفقات العمومية ويتضمن إجراء اجتماعي كبير يهم تمكين المقاولين الداتيين حوالي 100 ألف وأيضا تعاونيات أو اتحاد تعاونيات حوالي 20 ألف من الهلوج إلى منظمة الصفقات العمومية وأن تكون لهم حصة وأن يعطاهم وضع تفضيلي بالنظر للكون أن المشغلين في إطار المقاول الداتي أو تعاونيات هما فئات اجتماعية هشة ولا بد من تمكينها من الولوج لمنظمة الصفقات العمومية التي يتراوح غلافها المالية حوالي 195 مليار ديرهم بما يمكن من نهوض بأوضاعها أيضا نص هذا المرسوم على إجراء جدهم يتعلق بالحكامة الجيدة وتعزيز النزاهة في تدبير العام ويهم النشر السنوي لمبالغ وعمليات سندات الطلب التي تم تنفيذها في سنة على أساس أن تنشر في بداية السنة الموالية للعمو ترجمة نانسي قنقر